اشتركوا في القناة يا عم نور ازاي ساعتك اخبار حضرتك ايه معلش متعخرين عليك في الاتصال بس صباح الفن معلش يا عم نور الخط قطع تاني معلش انتو مدفعتوش الفاتورة يا جدعان ولا ايه مدفعتوش الفاتورة طيب في صور يا عم نور تظهر قدامك دلوقتي واسمه اسم العيلة نور الدين مصطفى عبد الواحد اسم العيلة احمد اسم الوالدة سنائي جنات مصطفى في بعض الصور لي جنب المقال كده بعض الصور لي في هذا الاطار صندوق التأمين الاجتماع للعاملين وايضا حضرتكم الموضوع بيانات مؤمن عليه نور الدين مصطفى دي صورة قدام حضرتكم ده اللي اللي كاتب عليه الاستاذ احمد فرغالي في المقال يعني راح ياخد معاش من وزارة التضامن فاكتشف ان هو متعي من فترة كبيرة هو لو معانا على التليفون يشرح لنا الموقف معانا عم نور الا احمد محمد ابون نور يا فندم مش محمد مش نور الدين الا gracias فندم نمر غلط لا يعني اسم حضرتك نور الدين مصطفى عبد الواحد لا انا محمد احمد الريقط المشهور محمد نور الدين يعني هو يا فندم صاحب المشكلة انا صاحب المشكلة توضاء تعبان بتكلم من عندي اه هو تعبان يعني اه هو تعبان في البيت لان هو وعقع طبعا من فوق فتعبان جامل جامل وقع لي من فوق ألف سلامة ليه وقع من فوق وقع من بيت رصنصير فتعبان تبقيت طيب ايه مشكلته بالزبط يا فنم قولي مشكلته ان هو ما عندوش اي حاجة ما عندوش ولا مصدر رزق ولا اي حاجة واحتلب تبقى معاش بصدر منطق اجتماعي وما خدش حاجة لو قد دلوقتي طيب الكلام دلوقتي معناه ان هو تم تعيينه وكل احلامه ان يتم تعيينه في اي وظيفة بأي مستشفى يعني هو بيدور من زمان على وظيفة بيدور من زمان على وظيفة هو النهاردة عجز عجز النهاردة هو يعني من بيت رسنصير وعجز طيب بقول نصحاء ولاد الحلاب تقدم او راجل رب دريدشوني الابتماعي للحصول على معاش تكافل وكرام وقدم فعلا بعد مرور عدة اسابيع فوجة نور بخبر قساعقة وجد نفسه موظفا في مستشفى الخانكة التابع لوزارة الصحة منزو خمستاشر عام وانه هو معين من اتنين يوليو الفين واربعة حرك ما عندكش بكرة على الموضوع لا معينيش لا والله ايه فلم شكرا جزينا يا فلم شكرا يا عم نور بطلي سرسع يا امي بتسرسع بتخلي وداني تتخرم يا عم نور ازاي حضرتك ازاي يا باك الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نصابي عم نور. طب وانت طلبتوه ازاي كده عام? يعني هو دخل على الخط كده مش فاهمين احنا هو ازاي? طيب اهلا بك عم نور اهلا بك ازاي اهلا. يعني الاولاني مين طيب يا جل عام فاهموني بس دخل على الخط ازاي? يعني واحد دخل على الخط كده قال احنا طلبين واحد. يعني هو سرح بنا يعني? اتصل على الخط على طول. فانت روحتوا مدخلين. اه. لا اله الا الله. طيب ازاك عم نور? ازاك 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 ازاك. يعني حضرتك مش عيان ولا حاجة? الف سلام. لا يا بك انا داي الفل هو مية مية وما فيش اي حاجة. وما واعتش من الاسنسية. لا ولا اي حاجة يا بك انا اقعد سنة اهلا يا بك او اولاد والبنات قاعدين معايا هوا ومستنين. يعني ابن اللزينة ده كان بيصرح بنا اولا. ابن اللزينة ده كم يصرح بينا اللي دخل في المداخلة قبليك ده. يقول انا تابعه وانت عيان وانزلت بالحصل الصير. يا الله باشا. قل لي عم نور ايه الاخبار عندك? قل لي. الحمد الله. روحت فين بقى وعملت ايه? وروحت اكتشفت ايه? قل لي. والله حضرتك. فارح. انا انا يعني حالت يعني انا قد حالها. اه روحت اتقدم على معايز تكافه وقرامة. مم. فطبعا ادامت الاوراق. وفي الاخر بصفت ايه. ايوم واثنين. اه سهر واثنين وثلاثة. مم. اه روحت اتسأل على الاوراق. على حاجة. قالولي انت ازاي روحت اطلع بريمك تأمينات. مم. معايز. معايز. قالولي اه انت ازاي ازاي انا موظف حكومة يا جاءانا ما اتوظفت ايه دانتكي لها ايه? دانتكي لها ايه? دانتكي لها ايه? دانتكي لها مم. وعملي المشكلة جاندة فضل طبعا استجيقت بان انا طبعا صلحت بريمك تأمينات لقيت نفس موظف من سنة. ام. 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 انت بتعين من الفين واربعة. من الفين واربعة طبعا طبعا بزا حدثت طبعا لما صلحت بتاع التأمينات. ام. طبعا العملية المشكلة. ام. اه اخدت بعضي وطلعت على الغرفة التدارية. ام. اه صلحت بريمك تأمينات لقيت نفس موظف في التأمينات كان مركزي. وانت ده مفاجأة بالنسبة لك اه? اه طبعا مفاجأة انا انا صغفت والله اصف جادر. انت عندك كم سنة يا ام نور? انا عند تسعة واربعين سنة. يعني انت متعين من تلاتين سنة? اه. مش كده انت عندك تلاتين سنة او او اتنين وثلاثين سنة. اه 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 اصف جادر. وما قبطش ولا ملي. ما قبطش اي يا باش انا قدمت الجميع المصالة. يعني انت واحد بيبط مكانك يا ام نور? اه اه يا باش انا انا حضرتك دلوقتي انا اسمي نور الدين مصطفى عبدالواحد احمد. ايوا. من قصر قصاصة سوق الوبية. ما هي موجودة قدامي اه اه. اه. ايوا حضرتك دلوقتي انا قدمت الجميع المصالح الاقومية. ولم يسيبني الدور. اه. فطبعا حضرتك لما قدمت في وزارة الصحة تم تعيني في وزارة الصحة. تمام. في مستكسر خانكة المركزي. ده ده الكلام انت فجأت بي بقى. اه لما فجأت بيه. اه. اه. اه رحت طريعتا رحت تبعا سمينة وتبعا سمينة وتبعا سمينة وتبعا سمينة. وحضرتك عندك اخر سبعة بطريق تلاتساة ثلاتة. اي اي اي. تلاتاشر تلاتة اه صحيح. ايوا حضرتك معاك حضرتك. تمام. فروحت لفتاعة الموظف المختصة اللي رحت بقى رفت المستكسر. اه. سلام عليك. سلام حضرتك انا نور الدين مستك عبد الواحد. اه. اه الاستاذة اللي قاعد على المكتب. اه. يتقل السمال ويمين. اه انت نين حضرتك قلت لها انا نور الدين مستكفى عدوة. اه. حضرتك قلت لها انا موظف عندي. اه. قلت لها انت جبت انت جبت الاسم ده انت دي انت اه ما نعرفك انت ماشى انت اول ما بقيت عارف تتكلم. اه. انا قلت لها بقى قلت لها اه اتنين موظفين خارجين من المكتب اللي اطهد ما بقيت عاملين. اه. خارجين. اه. اه. اقول لها انا موظف عنديكه. اه. وطبعا الاوراق هي. اه. ووضع حضرتك ان انا موظف عنديك من الثانين واربعة. اه. رضي قال لي احنا ما نعرفك في. انت جبت تقيبتك الورقة ده منين. اه. طب قلت له ورقة هو. قال لي لا معرفك الورقة ما معرفوش. انت كده اطرده لمسي من هنا. اتنسبة ايه هعملها هعملها كده. تمام. طب قولي عن ايه حاجاتك انت بعمل ايه عن الوقت قال لي روح المكتشفى بطب النفس. الطب النفس? اه. يعني ايه? يعني لما اخزة يعني انت لما اخزة يعني. لأ 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 حضرتك ايه مكتشفى تانية اسمه بطب النفس في الخانكة. اه. اه. روح بمكتشفى بطب النفس انت منطفة الخانكة مركزة. روحت الخانكة تاني. لدي اقت على الخانكة تاني. اه. منat الموظفين الموجودين. ايه. لا اتعاط للبقاشة الوقت با كذا كذا كذا. قال لأ الزاء بلنتينين عاشون تكذا دخلت عش الدبابير. قال لك ايه? دخلت عش الدبابير. الدبابير? اه. عش الدبابير اه. على له السببس شوية ولاد لانه مش مش سامع حلوة دخلت عش الدبابير ده عمو نوح. طبعا ميني. طبعا ميني. انا موت انا في عش فانت صممت قلت انا داخل عشة النبابير داخل. اه فطبعا حضرتك لما طبعا شغل بقى كناديدات وسلام بقى. اه. يعني عالك سجابر حاجة يعني. بسوء الخيال. يعني بعد اربعتاشر سنة. بتكتشف ان انت موظف في الخانكة. يا استاذ جابر على ايوة. والخانكة مش عايزة تعترف بالورق اللي انت طلعت. اللي هو اللي انا طلعت. اللي هو اربع بنات وولد. اه. 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 الاوراق اه اي 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 الاوراق قدام يا اه. الاوراق قدام يا عم نور. طب اه وصلت لايه منور. انا بحض الوقت اه طبعا انا 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 عمضت محضر طبعا يوم ما قال الكلام ده. روحت عمضت محضر في اسم الخانكة. ام. اثبات حالة. ام. وشاك. ام. ومستني بقى. ومستني مستني. حد وعدك بقى حاجة في الخانكة? لا وعدين ايه. دا لا يا يعني حدرتك. يعني حدرتك دوقتي ما وصلتش لاي حاجة بعد الاوراق الرسمية اللي انت بتطلحة دي. لا 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 ما فيس حاجة ولا حد وعدك بحاجة. ما فيس حاجة خالصة. طب استني يا عم نور عشان الراجل اللي مفجر القضية دي هو ليه الحق في اللي في النهو بس يدلي بيداله. تشاكرينها استاذ احمد على المقال الحلو ده. استاذ جابر ازاي بحشن الاول. طب بنا يخليك يا عمنا. اخبار حضرتك. طب بنا عليك الاول. اه. وتحياتي لك ولكل الزمالة. طب بنا يخليك يا حبيبي. شكرا على على المقال اللي انت كده ده. شكرا. بص شوف يا دي عضية عضية مهمة جدا. انا باعتبارها اه بتكشف عن عمق. اه يعني عارف يعني قدي ايه ممكن. ممكن يضيها طول السنين دي ومحدش يحس بيه. اه انا شايف ان هي قضية كارثية. المفروض وزير الصحة يهتز لها. اه المفروض الحكومة تهتز وبتعمل تحييق فوري. اه. وتقول لنا ازاي دي تمت. اه. هل هي تشابه اسماء زي ما قالوا لي ولا لأ? طبعا وده مش وارد على الاطلاق. اه. الرجل اه في الورق بتاعه بتاع التأمينات اسمه والدته. اه. وبياناته كاملة ورقمه التأميني وبطاقته وكل حاجة. اه. الحاجة التانية هو راح اقدم في مسابقة. اه. اه قبل قرار تعيينه على طول. اه. في وزارة صحة. صحيح. يعني كان بيحلم بيشتغل عامل ولا حاجة بسيطة وقدم في مسابقة. اه. ونسي. يعني قالوا له خلاص الموضوع بالنسبة لك منتهي. اه. يعني بقى هنا نسأل سؤال مهم. كويس. ازاي في شبكة ممكن تعمل ده? شبكة. ازاي? طب طب لو هو حتى اللي عينه ما عندوش ضمير. اللي خد حقه في التعين ما عندوش ضمير. اه. مجاش واحد بعد منه تاني. اه. مجاش واحد تالت. اه. مجاش واحد في المرتبات. مجاش واحد في الحضور والانصراف. اه. مجاش واحد في الادارة. اه. مجاش واحد في التفتيش المالي والاداري. اه. مجاش واحد اه من اجهزة اخرى بتفتش على المستشفى. المدير الحالي صعب ان انا حاسبه. انا عايز احاسب المدير من اول. هو كان المفروض بمجرد معارف الواقعة. ايوة. كان اه كان على طول تحفز على الدفاتر. اه. وعلى الدنيا. اه تقص طول انخد ادراك. اه. اه بالزبط. وبعدين انا عايز اقولك على حاجة انا في واقعة كانت شبيهة كتبتها في الاهرام من اسيوت. اه. الحقيقة وده اللي شجعني اهتم بواقعة نور. اه. كان فيه طبيب اتعين في مستشفى اه في اسيوت. اه. برضو في نفس القصص بتاعة الوزارة الصحة. اه. الطبيب ده هو تسافر اه دولة اجنبية. اه. اتفاجئ جيف رجع بعد كده هو اه مشي يعني تعين ومشي. اه. وعمل اجازة تقريبا ومشي. اه اتفاجئ بعد عشر سنين بعد فترة جاي بيجدد بسبوره او بيعمل حاجة ان هو عليه تأمينات وعليه مش عارف ايه وعليه حاجات كتير ومش عارف يخلص وراه وتفاجئ ان هو لسه على قوت المدرية الصحة باسيوت. اه. وكانت قصة كارثية وتحولت للحقيق الحقيقة وكيل وزارة الصحة باسيوت اه انا زاك في الواقع دي. اه هو اللي كان لسه جاي جديد واكتشف الواقع وكان زميلنا مدير مكتب الاهرام باسيوت واقل سمير. اه لما هو كتب الموضوع. ماشي الدول. اه كتب الموضوع الحقيقة فاتلأ مماشاش الدنيا وكيل وزارة وقف وحول الموضوع للتحييق وآآ وفعلا آآ بقى في قضية شغالة. اه تمام تمام. يعني يعني وقع شبيهها بالزبط. بس برضو في حد كان بياخد المرتب سنين طويلة. اه. في حد مطرمخ سنين طويلة. ايو 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 ايو. ودي كارثية الحقيقة. اه. على شكلها برضو كان معانا آآ لما كنت بقدم اخر مهار كانت في معانا مداخلة من واحدة بقالها آآ 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 واحد وعشرين سنة شغالة في وزارة الزراعة. وهي ما تعرفش وبيتقبط برضو المرتب. اه. ولسه حد بوقت الا ده ما تحلتش. يعني يبدو. اه. 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 في الجهاز الاداري. اه. واضح انه هو آآ طبعا الحقيقة برضو عايزة اقول حاجة مهمة ان التكافل وكرامة هو اللي كشف القصة. ده طبعا حاجة محترمة. يعني دي حاجة كويسة جدا واه واعتقد ان التكافل وكرامة. اه. كشف قصص اخرى كتير آآ ممكن احنا ما نعرفش. انا بشكرك على مقالك ودايما آآ سباق يعني لطرح قضاية خيرة. احمد فرغالي آآ زميل عزيز. يعني الحقيقة يعني آآ يعني آآ يعني يفوقنا في التحقيقات ويفوقنا في الضربات الصحفية المهمة وآآ وآآ وزهن واعي. والحقيقة يعني يعني ربنا ادي له الصحة. الحقيقة من الصحفيين الجماد قوي آآ على المصطوى الشخصي بعتزب آآ بزمالته جدا جدا. يعني بشكره شكرا جزيلا على كل الحاجة هو بيعملها في الصحافة. طيب بشكره شكرا جزيلا سيد احمد فرغالي. عم نور قفل. عم نور قفل. طيب. عم نور قفل. اول حقيقة يعني. يعني ايه? هي مش بيروكراطية. يعني الحالة اللي حصلت لعم نور دي مش بيروكراطية. احدى دولاب الحكومة عندنا عايزين نخلق له اسم تاني كده. بقاتش الحالة تستدعي انك تفضل تلتمس العذر للموظف في الحكومة. احمد فرغالي وابا يكلمني قال لي نموزاجين. وانا عندي نموزاجين يبقى اربعة. وما خاف هي اعظم. ولو ولو رجعنا وقالينا في الجرائد على كام يوم اللي فات دول هنلاقي برضو نماذج. يعني فكرة الروتين البيروكراطية الحكومية عندنا في مصر هنا لازم تشوف لها حل. وبعدين تضحك. والله من كتر الضحك هتعيد. يعني انت من كتر الضحك هتعيد. لما الراجل يروح يقدم تكافر وكرامة فتكافر وكرامة يقولوله يا عم الحك ده انت راجل نصاب. ده انت بتعين بقى لك اربعتاشر سنة خدمة في الخانكة. انت بتخدم في الخانكة بقى لك اربعتاشر سنة. انت راجل خلل ده تعمل ايه معانا. يوم الراجل يعني حول الاول اقوة عم نور. بقول لك عندي اربع بنات وولد وزبتي ميتة. وما تصدق. يعني الحاجات دي كلها بتفرق. راح. انت متخيلين المسألة? والاوراق الرسمية. الرسمية الرسمية الرسمية. اه والله. الرسمية. بتطعب نور. اه والله. ودخل يقول للولية. اقول الحجة اللي قاعدة. يا حجة انا اسمه نور الدين محمد مش عارف كين. ده متوظف عند حضرتك بقى لربعتاشر سنة. خدمة في الخانكة. ومع هذا مفيش حاجة. ما قبطش ولا مليه. ويروح ويتردوه. اه والله. ولوله انت راجل خلل. انت راجل مجنون. انت راجل متفهمش في الاصول. انت راجل مزور. انت راجل محدش هيبص في القضيات بتاعتك. دي تتهزي لا. والله العظيم بجنزة. اقول لحضرتكم كده. احنا لو في دولة ايه. نجيب الناس دي من قفاه. وعلى فكرة بقى عم نور ده تلاقيه فارش نوره على على الف موظف. الفين موظف. تلات تلاف موظف. خمس تلاف موظف. ما بياخدوش فلوسهم من الدولة. ولا هم عارفين ان هم متعينين في الدولة. وناس وطقبت مكانهم. قالوا له التعم نور التدخل تعيش الدبابير. عشان خاطر بيكشف عن فساد موجود في دولاب الدولة وفي دولاب الحكومة من زمن. وممكن ده يتكرر طالما نفس الدولاب موجود. الدولاب بتاعنا موجود. ودولاب الدولة الحقيقة يعني بقى فيه سراصير وفران وتعبين. ويعني خلاص بقى. ووسوس. لازم ان المسائل تخرج برا الاطار. انما يروح ام نور. نور الدين احمد مصطفى احمد. اسم العائلة احمد. اسم الولدة سنائي جنات مصطفى. النوع زكر. تاريخ الميلاد. محافظة العليوبية. آآ مركز طوخ. بيعمل ايه الراجل? موظف في مستشفى الخنكة. التابع لوزارة الصحة. او الله. او. او الله. او. قانون تسعة وسبعين. سبع على خمسة وسبعين. اللي العاملين بالجهاز الاداري للدولة. للعملين. ورقم تأمين. لا. والمصيبة اللي هو رقم تأمين. الكارسة. اللي هو رقم تأمين. هو صعب يا جدعان. او صوت. او. 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 هو اللي هو ١٨١١١١١١١١١١. او. رقم اسم المنشأة مستشفى الخنكة المركزي. اجمال الاجر. آآ ماتين واحد واربعين معرفش اربعة وشرين الف ومية ولا ايه ولا معرفش ايه. كود القطاع. تاريخ الاشتراك اثنين سبع الفين واربعتاش. للخروج نهاية البيان. للتعامل. ده سيد ناوك. ده في منطقة الخطورة يا جدعان. او الله العظيم. وفي الاخر. قالوا لي انت راجل خلل. انت ازاي تسمع. انت انت عايز تروح الخنكة. ولا انت بتشغف الخنكة. ولا مين الخنكة بالزبط. يعني فاهمون يا جدعان. او الله. او الله. او الله. قال له هدو شين الحلاوة. قال ما عنديش. وهو عنده جوه. او الله. وهو ايه? عنده جوه. هات يا عم الحلاوة اللي عندك قال لي لأ شاديك حلاوة ما إنه عنده الحلاوة بيبيحها جوه آه الله العظيم عم نور عزيك الحلاوة قال لي له ما ينفعش لنت تروح الخانكة آه الله خانكة خد فاصل وروح الخانكة معلم يلا خد فاصل وروح الخانكة خد اشتركوا في القناة